موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مع فاطمة وصفة اليوم شامية او قلب اللوز بالزيت هذه الوصفة اقتصادية تلبية لطلبات بعض الاخوات في الوصفة الاولى انتع قلب اللوز في العجينة استعملت الزبدة اليوم سنستعمل فقط الزيت وكي تنجح لكم هذا الشامية بالزيت كي النقطة مهمة تشوفها معايا في الفيديو سنمر الآن مباشرة الى المكونات وطريقة التحضير بسم الله موسيقى سنحتاج الى 500 غرام سميدة لخشن الخاص بقلب اللوز يجي على هذا القوان عنده الشكل من ثلاث طعام الرقيق او الكوسكوس الرقيق بالتقريب عندنا ثنين كوب ونصف كوب نضيف قرسن تعمل نضيف سكر فانيلا كيس واحد او ملعقة صغيرة تقدروا تزيدوا باش تكون النكهة تعمل فانيلا قوية سنضيف السكر 200 غرام او كوب غير مملوء نخلطه قليلا ثم نضيف الزيت كأس 10 شاي ما يعدل بالتقريب 80 ملل هذا هو التغييل الذي قمنا به في هذه الوصفة بالنسبة للوصفة الأولى الوصفة الأولى وضعنا بين 800 غرام زبدة او مارغالين بعد ما خلطنا الزيت مع المكونات الأخرى الآن نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة جيدة ونضيف هذا الخالط يرتاح ليلة كاملة او 12 ساعة والآن سنمر الى تحضير السيرو وحضرته في نفس اليوم هذا الخالط هنا في الكاسرونة وضع لتر تعمى ما يعادل 4 كوب الكوب الذي يزيل 250 ملل سنضيف له 2 كوب منتع سكر ما يعادل 400 غرام بعد نضيف الكاسرونة فوق النار في الأول تكون قوية من بعد من الخالط يبدأ يغلي سيرجعوها متوسطة ونجعل السيرو يغلي لمدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة ونجعل السيرو هنا مين السيرو بدا يغلي؟ هنا يحسبت لعشرة دقائق وطفيت عليه في الأخير لازم تحصلوا إلى السيرو ما جايش كيمال الماء وما جايش كيمال العسل يعني بيناتهم ما يكونش تقين بزاف كيدا وما يكونش أيضا خفيف من بعد هنا طفيت على النار وقضيت السيرو حتى يبرد مليح من بعد توضعوه هنا في المبرد يعني في هذا الوصفة السيرو لازم يكون بارد لأن في الوصفة الأولى قلت لكم تخلوه يكون إما بارد أو دافي لكن في هذا الوصفة لو كانت توضعوه دافي غادي يتعجل لكم لأننا نرى نواضعين الزيت والزيت ما جايش ميددم بزاف كيمال زبدة زبدة من جاي ميددمها تقدروا توضعوه فيه عادي سيرو يكون دافي ما غاديش يتعجن لكم لكن في هذا الوصفة لازم السيرو تخلوه يبرد مليح في المبرد يعني لذلك حضرته في نفس اليوم اللي حضرت فيه الخاليط الأول وحتى الغدوة غادي نستعامله هنا يا بعد ما ارتاح السميد 12 ساعة غادي نعجنوه يعني غادي نكملوا بنفس الطريقة اللي شفتوها معايا في الوصفة الأولى غادي نضيف له هنا يا المازهر اضفت له نصف كوب ما يعادل 125 مليلت بالنسبة للأخوات اللي ما يحبوش المازهر تقدرو توضعوا فيه مكانه نصف كوب تعمى أو 125 مليلت تعمى وتزيدوا له عطر الفانيلا يعني يكون معطر من بعد هنا بعد ما وضعت المازهر غادي نعجنوا العجينة بهذا الانسخيمون يجاي على الشكل متلت حتى تولي كأنها عجينة وراها معصلة إلا ما كانش عندكم حاضر هذا العجين فقط بواسطة اليد تقعدوا تعجنوا فيها حتى تولي لكم كتلة واحدة كما راكم تلاحظوا في الصورة وميت تلمسوها وكأنها رفيها العسل هنا غادي نحبسوا من الخلط وغادي نوضعوها في السنيوة هنا السنيوة اللي استعملتها اليوم استعملت مستطيلة لكن تقدرو تستعملوا دائرية المقياس 20 سنتيمة على 30 سنتيمة سوف نوضع العجينة في السنيوة ونوزعوها لجميع العجينة اليوم كما لاحظتوا موضة مكسرات مع العجينة لكن تقدرو تبضعوا شوية مع العجينة وتخبزوها أو تقسموا العجينة على تنين وتوضعوا الطابقة الأولى على العجينة من بعد الحجو من بعد الطابقة الثانية في هذه الوصفة أنا ما أضفت المكسرات في العجينة وهذا النوع في وراء نسموه الشامية لكن من يكونوا فيها مكسرات تسمى قلب اللوز كما لكم تلاحظوا أن نقوم بتمليس المساحة العلوية إما بواسط ظهر ملعقة أو بهذه الكوبات من بعد هنا سنقصوها فقط لا سنقصوها كامل تقصوها مربعات باش نقدر نوضع اللوز في الواسط هنا إما توضعوا الكوكاو أو اللوز أو أي مكسرات كانت عندكم حاضرة في البيت بعد ما تكملوا مباشرة سنقوموا بطهي قلب اللوز سنسخنوا الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ما يوعد 400 درجة فارنهايت وسنوضعوا البلاطو في وسط الفرن أنا شعلت عليه فقط من الأسفل وعندي المرواحة وتقدر الدقائق الأخيرة تشعلوا عليه ميناء الأعلى ومدة الطهي تكون من 30 حتى 40 دقيقة هذا القلب اللوز اللي فيه الزيت يتحمر بسرعة يعني مشي كما القلب اللوز اللي تصنعوه بالدهان أو الزبدة أو المارغارين هنا بعد ما تحمر كما راكم تلاحظوا على هذا الشكل راه ساخن أول حاجة غادي نديروها غادي نفتحو هادوك المربعات يعني غادي الآن نفوتو عليهم بالسكين باش بعدها كين وضعوا السيرو يتصرب للداخن يعني السيرو راه بارد وقلب اللوز هنا راه ساخن وباش تتأكدوا باللي قلب اللوز راه ناجح ميت تلمسوه ترقوه غطري متل الموسكوتشو شوية عاصي علي لكن الطري ماشي يابس إلا شفتوه يابس عارفوا باللي قلب اللوز ما غاديش يشرب لكم السيرو هناك أيضا نقطة ثانية باش تعرفوا قلب اللوز باللي راه ناجح ميتو وضعوا هذه المغرفة الأولى والثانية والثالثة غادي تهبط لكم بسرعة إلى الأسفل يعني بالخف راه شرب لكم يعني هنا قلب اللوز غاديش يشرب لكم مليح السيرو وما غاديش يجيكم يابس وكل ما قلب اللوز يجي يابس وما يشربش السيرو يعني ما تطولوش بزاف في مدة الطهي وكما راكم تلاحظوا نقعدوا نزيدوا في السيرو حتى نشوفوه باللي سيبقى في المساحة العروية نزل ما تخشه هنا تخلوه حتى يشرب مليح ومن بعد تخلوه يبرد على درجة حارة الغرفة عاد باش توضعوه في المبرد يعني من توضعوه في المبرد هذا السيرو غادي يتكاتف يقول لي كيمة العسن هنا يراني وضعتها في المبرد وكما راكم تلاحظوا من بعد هنا شراني يندي هذا السيرو المتبقي باش يجيكم هكا كلامع من الفوق تقدرو تطلو بها المساحة العروية وشوفوه هنا يلقى وامنتاعة هنا بعد مرتاح في المبرد او التلاجة ليلة كاملة يعني لا يختلف عن القلب اللوز اللي سحضرناه بالزبدة او المارغارين هنا بالنسبة الملاحظة المهمة القلب اللوز من الطيبوه استعملوا هذيك سنيوه انتع أليمينيوم لأنها تقاوم الحرارة متستعملوش هذيك سنيوه ليجايا لون انتحها أسود هذيك بالخوف تحرق لكم القلب اللوز وغادي من تحتها يجيكم هكا كحمر بزيف ومن الفوق يقعد لكم بيض وبالنسبة للملاحظة التانية والمهمة في هذه الوصفة كما قلت لكم السيرو لازم يكون بارد من الأفضل حضروه ليلة من قبل حتى الغضوة باش تستعملوه وتحضرو به قلب اللوز والملاحظة الأخيرة القلب اللوز في المحلات ما يحضروش في نفس اليوم ويبيعوه يحضروه ويخلوه يرتاح ربع أيام او خمسة عاد باش يبيعوه باش السيرو يمتص مليح هذا السيرو والحلاوه تدخل الى الداخل في حبيبات متاع السميد وما يجيش حلو بزاف لكن مين يكون جديد هذا السيرو يكون فقط في المساحة الخارجية لذلك من تاكلوه يجيكم حلو بزاف مين تخلوه يرتاح لمدة ثلث ايام او ربعة غادي هذه الحلاوه وكأنها تنقص وصلنا الى نهاية الفيديو انتع اليوم وان شاء الله يكون اعجبكم ونقول لكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي ان شاء الله شكرا